داخل أكبر متاهة للذورة في العالم ينطلق الاحتفال بالذكرى الستين لبطل المغامرات الخيالية جيمس بوند إنه موضوع مختلف عن كل عام وهذا العام نصلت الضوء على مرور ستين عاما على ظهور جيمس بوند وهو موضوع ممتع للغاية بالنسبة لنا المتاهة المعقدة تمتد لأكثر من 16 كم من المسارات وتقع على 28 فدانا في منطقة سبرينغروف بولاية إلينوي بشمال شيكاغو وتحتفل المزرعة بشخصية جيمس بوند رجل الجاسوسية والمخابرة وهو شخصية ابتكرها الكاتب إيان فلمانغ في العام 1953 المتاهة مصنوعة باستخدام جرارات زرع الذرة عالية التقنية والمجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس لذلك بينما ينتقل الجرار عبر الحقل يتم اسقاط بذور الذرة لزرع نمط المتاهة وصولا إلى التفاصيل الدقيقة للتصميم الذي اختاره أطلق أول فيلم لسلسلة بوند عام 1962 وكان من بطولة شون كوندري ثم قدمت الشركة المنتجة ممجموعه 25 فيلما من أفلام بوند والتي جمعت أكثر من 7 مليارات دولارات حتى الآن مما يجعلها خامس أعلى سلسلة أفلام على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر